بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي الدارسين في محاضرة جديدة في مقرر مبادئ المحاسبة 1 اليوم نبدأ في الوحدة التعليمية الرابعة أو الفصل الرابع بعنوان النظام المحاسبي القوائم المالية Accounting System Financial Statements في الوحدة التعليمية الثالثة تناولنا النظام المحاسبي من حيث المكونات أو المقومات وتناولنا فيه خطوات الدورة المحاسبية ثم انتهينا في خطوات الدورة المحاسبية بميزان المراجعة الذي يتضمن أرصدت الحسابات المفتوحة في دفتر الأستاذ في هذا الفصل نريد استخراج المعلومات المهمة من ميزان المراجعة وتقدمها إلى مستخدميها لمساعدتهم في اتخاذ القرارات لذلك في هذا الفصل سوف نتناول مقدمة نوضح فيها مفهوم القوائم المالية التي تتضمن المعلومات المالية ثم بعد ذلك سوف نتناول القوائم المالية الأهم في مجال المحاسبة وهي قائمة الدخل وقائمة المركز المالي ثم قائمة التدفقات النقدية وسوف يكون التركيز طبعا في النهاية ورقة العمل وسوف يكون التركيز في هذا الفصل على الوحدات الخدمية التي تقدم خدمة بمقابل العنصر الأول في هذا الفصل وهو مقدمة نتناول فيها بيان مفهوم القوائم المالية حيث أنها هي الأداة المستخدمة في توصيل المعلومات المالية التي تم التوصل إليها من خلال خطوات الدورة المحاسبية إلى المستخدمين سواء كانوا الداخليين والخارجيين حتى يمكنهم الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات وطبعا القوائم المالية تتضمن ثلاثة أنواع من القوائم ثلاثة قوائم أساسية هي قائمة الداخل Income Statement وتهدف إلى بيان أو إظهار نتيجة النشاط خلال فترة زمنية معينة أما القائمة الثانية فهي قائمة المركز المالي Statement of Financial Position وتهدف إلى تحديد المركز المالي في تاريخ معين أما القائمة الثالثة فهي قائمة التدفقات النقدية Statement of Cash Flows وتهدف إلى بيان صافي التدفقات النقدية خلال فترة زمنية معينة لكن لكي تقوم كل قائمة من هذه القوائم بتحقيق الهدف منها فلابد أنها تتضمن بعض العناصر فمثلا قائمة الداخل لكي تساعد في بيان نتيجة نشاط الوحدة خلال فترة زمنية معينة فلابد من أن تظهر بها بعض العناصر هي الإرادات والمصرفات وسوف نتناول كل هذه القوائم وكل المكونات الخاصة بها بالتفصيل خلال هذا الفصل إن شاء الله